اختصاص القلب وشرين دكتور واسيم شتيلا موجود معنا اليوم بسان تيتا نحكي عن جراحة القلب عبر القسطرة بفاستها مظبوط سهلا سهلا فيك دكتور دكتور شو هي أول شيء بما نحكي عن هالجراحة ونحكي شو هي مظبوط وممين في ومفيع يعني مين من أهل ومفيع ودلس في الشفاء من خلالها شو هي الأسباب الأساسية لأمراض الصمام والقلب الأمراض الأساسية هي أولا العمر كل ما نكبر بالعمر الكلام لناه ريزكا أكتر التلوث اللي عم نعيش فيه نحن النوع الأكل اللي عم ناكله خاصة ندهون والمقاة اللي عم نيكلها والسترس كمان عنده ريزكا عالي علينا هو عم نحكي نحن عن مشاكل الصمام والشتين القلب كل شيء الصمام والقلب عشان ما تنزق أي شيءciliation توتر وتعصيب والأكل اللي عم ناكله والدخان كل هيدولي بيزيدوا نسبة التكلس بالشرائين وبالصممات وبس يكلسوا بيسكروا وبس يسكروا بيعملنا هالعوارد في أسباب وراتية؟ أكيد في أشياء وراتية بس معظم المشكلة بالصممات عادة بتجي أقل وراتية وأكتر مع العمر الأشياء وراتية بتجي عمر صغير أما هيدول عمر كبير بتجي أكتر من تعرضنا للحياة اليومية التي تصير فيها مين معرض أكتر شي النساء الرجال أي عمر من الاتنين؟ هلأ الصممات عادة الرجال والنساء تنتم معرضين الشرايين أكتر الرجال أكتر بكتير الرجال بس الصممات الاتنين بس النساء عادة شوية عمر أكبر من الرجال بيجي يعني أداء عم نحكي نحن دائما بنقول للنساء بعد ما يقطعوا وقت المنوبوز بعد عشر سنين بيصير ريسك طبعا قد ريسك الرجال فالفرقة طيبا شي عشر سنين تأخير عنه والرجال عن أي عمر بيبين هالريسك؟ 50 وطلوع هلأ في مننا أصغر يعني إذا عندهم بالعائلة على الأربعين يمكن على الأربعين يبلش معهم بس عن جنرال من 50 وطلوع طيب كيف تطور طب القلب والجراحة؟ يعني إذا ما نحكي شوي هيك من كم سنة لورة إلى هلأ أداء سنفي تطور به هالمجال؟ تطور كتير حتى بين يوم ويوم عبي تطور يعني إحنا أول شي بلشنا بالقلب بس موضوع قلب مفتوح وميل تشخيصي وبعدين صدنا موضوع بوالين وبعدين صدنا موضوع الرسطرات اللي صار معروف كتير باللبنان وبغير البلاد هلأ صار عنا تطور اللي هو نعمل جراحة القلب بالقسطرة بدون أي شاء منفوت منغير الصمام أو إن كان ترميم الصمام حتى بالقسطرة خبرنا أكتر عن القسطرة كيف يعني؟ هيدا كتير مهضوم الفكرة هي منفوت بشك صغير كتير تقريبا سنتيمتر واحد من عبر الفخد منطلع بقلب الشريين الأساسي لنوصل للصمام بالصمام هيدا منفوت بقلب معادات معينة بيساعوا بهالفخل الصغير صح منفوت بقلبه ومنغيره يعني يأما نحط صمام جديد كليا جديد بيركب جديد وبيحل محله يأما منرمم الصمام يعني يأما نعمله مثل كليب بقلبه نرممه عشان ما ينفس كتير حسب شو المشكلة ونعم نحكي صمام ونحكي كمان شريين الشريين نفس الطريقة بس الشريين هي موضوع الرسطرات يعني نفوت بالقسطرة عبر الشريين نفوت بشريين القلب ومنغير بس النيو تكنولوجي هلأ الجديد مش بس منحط رسطر صار فينا نحن نحط نبعت مثل كيف الإرسال التليفون إرسال معين منكسر الكلس بقلب الشريين بطريقة معينة لنزبط الشريين نحط الرسطر بطريقة سهلة وآمنة للمريد طب أي مرضة بيروحوا لهذا النوع من الجراحة وأيهم بيروحوا للجراحة العديا أيهم للترميم من قلل القسطرة وأيهم للجراحة العديا المعوادين عليها هلأ بالنسبة للتصممات أول شيء يخترعون الناس الكبار بالعمر اللي هني فوق 80 عادتا اللي ما فيهم يعمل الجراحة بس مع التطور الوضع لاحظوا أنه لا الناس الأصغر بيستفيدوا منهم حتى الناس الصغار بالعمر قد يستفيدوا منهم بس نحن نعرف أنه التغيير الصمام عبر القسطرة بيكون صمام بيولوجي مش ميكانيكي يعني بداية عادتا بين 10 ل 15 سنة مثل الجراحة البيولوجي أما الحديد هو بداية مدى أكتر هذا بس بالجراحة بيصير يعني الشخص بس يعمل عبر القسطرة عنده متابع على حال ولازم نضالوا يقوم فيها كرمال إذا بد يرجع عيدة العملية بعد عمر بعض وقت معين وبعد سنة معين عيدة صح ونحن تقريبا عم نقول منبلج تقريبا نفكر فيها فوق 65 من العمر 65 وطلوع بعضتا بيكونوا كتير مؤهلين يعملوا تغيير الصمام عبر القسطرة أو الترميم حتى الترميم بيضاين أكتر بعد تبخينا هيك نحكي شوي عن إيجابيات أو صربيات وهذه التكنيك إيجابياتها كتير أولا أنه تفوت اليوم تظهر ثاني يوم على البيت تعيشي حياتك عادة وين ما بديك بتروحي مش مثل القلب المفتوح بتشقيب تقعد أشهر ريكوفري وراها دكتور رح نحكي أكتر بالتفاصيل عن هالموضوع بعد هالوافة نتابعين مع دكتور واسيم شاتيلة بيساطي وكنا عم نحكي عن جراحة القلب عبر القسطرة دكتور كنت تحكينا عن إيجابيات وسلبيات هالتكنيك تفضل الإيجابيات إنه نحنا مستفيد منه أنه ريكوفري سريع جدا بيفوته نهارتين نهار عادة تنفيله على البيت عملياته ما في بنجعام الناس المقرين يعمل بنجعام كتير مفيد لأنه يكون بنج موضع مع تخدير بس شوي لا يكونوا مرتاحين نسبة النجاح عالي جدا والخطورة كتير قليلة هلأ أكيد الريسك مع أي عملي فيها ريسك إن كان قصرة أو جراحة الريسك يعمل جلطات بسيطة أو شيء عادة لا تذكر جبيتها أكتب كتير من سلبيتها مين ممنوع يعملها؟ ممنوع يعملها هو تقريبا اللي عندهم أي حساسية للأدوية الملونة أو عندهم ضعف بالكلة الحاد بس تقريبا معظم إذا مش أغلب العالم مؤهلين يعلموا تلاحظ حاليا أن في عالم تلجأ لهذه التكنيك أكتر من الجراحة؟ في كتير عم تزيد هالموضوع المشي الوحيدة موضوع المادية تقود بعمل تساعد في أغلب كتير من غيره؟ أغلب تقريبا دوبل عن الجراحة بس الإنشورنس عب يغطون عادة هذا الشيء الوحيد الرادع لو ما هذا الرادع بظن الأغلب حيكون بهذه الطريقة صار جديدة وين معقولنا توقع أنه يطور الطب من هالناحية؟ الطب عبي تطور كتير يعني إحنا هتحكينا عن صمام الأساسي والصمام الأبهر بس في كل الصمامات نحن أربع صمامات بالقلب كلنا عم نشتغل عنهم كلهم لأننا نغيرهم بالقسطرة وإننا عم تصير الجراحة أقل وأقل وأقل والقسطرة هي الأغلب تصير العملية تصير فيها ده عم نحكي وقتا تقريبا؟ وقتا تقريبا ساعة ساعة ونص والريكافري ماشي بتغلع بيجع القوضة العادية تقريبا مع مونتر عادي والجراحة العادية ده بتاخده قد؟ الجراحة بتحكي تقريبا من المستشفى كذا يوم وقت أسبوع والريكافري بالبيت بياخد تقريبا عم نحكي تقريبا شي ست أسبوع لشهرين يعني في فرق كتير كبير وهلأ بهالوضع ونحن بتشغل كيف الناس ما قدين ياخدوا وقتا عن شغلهم كتير صح والريكافري غير الدبريشن بيفوتوا فيها ففي عندك جرح وخاصة أن النساء أكثر من الرجال الجرح من هون لهم أنه حلو بالمرة فالجرح السايكولوجي كله بيأثر القسطرة ما بيصير في الجرح بيصير فيك النقطة بالرجال نقطة بالفخد أنه ما بيبين حتى بكون تجميلية حتى ما بيبين بالمرة الدكتور كيف له أحد يعني مثل ما بيقوله يتوقع هو المشاكل يعني شو في أمور معينة في الشخص يعملون تيوفر على حاله ونفوض بمشاكل بالقلب أول شي شو فعيلته كيف يعني شوف شو الوراسة عنده بالعائل يعرف شو الرزق يتابع مع الدكتور تابعه خاصة فوق الأربعين سنة وثانيا فيه كتير صور فيها نعملها نحن منقدر نتوقع هالموضوع يعني فيه صور الإيكويات فيه صور سكانر الجديد سكانرز كتير جديد نازلين بيكشفوننا إذا فيه تكلس بالصممات وبالشرايين عوقت مبكر لنعرف حالنا عشان فيه كتير أدوية فيها نخدم من دهنية دادوية دهنيت من دوسيلين لنمنع التكلس ونمنع زيت التكلس بالصمام وبالشرايين غير أمور كمان فيه نعمل لك حيات الصحية غير الأكل اللي عم ناكله أكيد نتبه عليه الرياضة الرياضة من أهم الأسباب لنحن نخفف موضوع التكلس وتسكير الشرايين بالقلب إذا الشخص عمل هيدا الجراحة وتخلص من هالتكلس هل بيقدر يجع يعمل سبار عادة؟ عادة دغري من بعضها؟ دغري منها 48 ساعة بس راحة وبيعيشوا حياتهم عادي الفرق كتير ملحوظ يعني مش دغري بس يعني عملية تاني هارة حيثوا فرق كبير نفسهم بيرتاح حتى عادة ما يكونوا مورمين إجيرهم وإلا بإجيرهم بيخف مشيتهم تصير أسرع بكتير واجع صدرهم بيروح تقريبا كليا ففرق كبير بساعات وبالحالات الخطرة يعني بحالة شخص كان عم بيعاني من دبحاء أو عم بيعاني من شيء أرجان هل هالتكنيك تطبق؟ صح تطبق بسنترات معينة بس أكيد ما في سنترات بيكون عندهم هالمعادات جاهزة أكيد تطبق وبتكون يمكن أمنهم من الجراحة عشان ما في بنجر عام وما في ريسك على المريض بهذا شيء مين ما أقول لي يضايق من بنجر عام بهذه الحالات؟ العابد مهدخينين بيكون عطار ربينهم مضخمة الكبار بالعمر أكيد اللي عنده مشاكل بالكلة ومشاكل السكري كمان كنت عم تقل لي أن المشاكل بالكلة بأسرق أنه الشخص ما يقدر يعمل هال صح شو السبب؟ عشان فيه دواء ملون بالتكنيك هاي بناخد دواء ملون وبهالدواء ملون في ريسك أنه أكيد نعمل أزر الكلة فهذه هي بس هيدا الريسك بسيط جدا وعطا منحضر المريض قبل بوقت عشان ما يصير فيها الأزر هل فيه تحضيرات معينة بتعملوها بكرميل؟ هالجراحة إذا مش شخص عنده مشاكل كلا هذا شخص عادة هل فيه أمور معين بيعملها قبل كاميوم كرميل يحضر نفسه؟ صح نعمل أول شيء سكانر لكل الجسم لنشوف الراوت طبعا طريق اللي نروح فيها من الفخد للقلب والتكلس ولنأخذ إياسات الصمام عشان بس تعمل سكانر تاخذ إياسات الصمام وهي ده حسنات العملية لنتاخذ إياسات الصمام قبل ما تفوته بتكون مجهزة الصمام لجسم المريض الخاص فيه وبالي منفوت نحن ليه ما بتصير هالموضوع بالجراحة العظيم؟ بدي يشوقوا يفوتوا وبصير بيستعملوا أدوات معينة تصير يقيسوا بالجراحة ليه ما بيعملوا السكانر قبل؟ غير نوع صمام غير نوع صمام ما في هديك ما بيستعملوا سكانر لقيسوا الصمام هيدا حسنات الصمام اللي عبر القصرة وكيف يحضر حاله كمان الشخص غير هو الأمور غير السكانر وهيك؟ بس السكانر فحص دام بيشوف حكيم البنج لعشان إنها بنج موضعي مع تخدير معين وبس هيدا ما في شيء تاني أكتر من هيك وريكوفري ده تاخد وقت قلت اللي ماشي ماشي تاني نهار بفلو على البيت عادة من نرجع بنعمل الأكوز نعمل بالعملية عالشهر على ست شهر وعالسنة بس نتأكد إن الصمام ماشي حاله وبعيش حياته كمتلك لعادة أدي ناس بتشيفاء تقريبا منه؟ تقريبا بنحكي بفوق الـ 95% طب الناس اللي ما بيشوفوا من ورا هالجراحة شو بيكون السبب؟ اللي بتكون الفشلة؟ قليل ما تفشل هيك عملية بالحقيقة بس عطم إذا كان في تكلس كتير حاد وإن الصمام ما أخذ محله معقول ما تشبط العملية بس هم نحكي نحن واحد بالألاف إذا مش بالملايينة تصير هالموضوع وكل عملية إننا فيها ريسك ما في عملية بلا ريسك بالمرة عدا عن هيك العملية تعطينا بتنجح مية بالمئة وإذا المريض رجع للحياة الطبيعية بكل شيء يعني رجع دخان ولايف ستال ممنح مثل ما تكلس أول صمام بيكلس ثاني صمام معقول يطاري يغير قبل 15 سنة معقول إذا ما اهتم بحاله من المرة هكيد معقول وفي مشكلة ما عنا بتصير ما عنا كتير إن المرضى سيحسوا حانه من منح بيرجعوا ومش مثل قبل أضرب من قبل بيدخنوا بيعيش بيخلوا كل شيء ما قال عشان بيحسوا حانه إن رجعنا نحن نور ماد فهذا بوقي المرضى إنه ضروري تنتبه على حالكم خلاص عندكم هلأ فرصة جديدة معقول يكون في أي مضاعفات من بعض العملية مضاعفات النزيف النزيف بسيط معقول يصير محل شكة الإبري مثل ما أنا ريسك إنه واحد يعمل جلطات بسيطة عشان عمي نفوت بقلب الشرين هيدا بالجراحة وبالقسطرة وموضوع يتأثر الكلية وبدوها الملون بس هيا نسبة ضئيلة جدا بس مش معقول يصير معقول جلطة بأي مكان آخر نسبة الجلطات بسيطة جدا مثلا عتى مدعطة دوة مسيئة بالعملية عشان ما يصير في هالشي منيح المستشفيات أكيد المستشفيات مخصصة الجامعية هن بكون عندهم التقنيات أكتر تقنيات أكتر عشان هي مش بس موضوع التعمل العملية موضوع تحضر حاليك مضبوط موضوع الريكوفري ده كله بيأثر والنظافة أكيد دكتور واتيم شاتيلا اختصاص قلبه الشيين شكرا كثير عشتك معنا بم تي في الائف مشاهدينا وقفوا منتابع